الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين توجهات سراجية للحياة الزوجية من كتاب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة لشيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى قال رحمه الله في بيان الهدي النبوي في عدم التسامح في حدود الله تعالى حتى مع خاصة الأهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى قواما بالقسط منتصرا للحق حيث كان الحق مع القوي أو الضعيف مع الغني أو الفقير مع الكبير أو الصغير مع الرجل أو المرأة مع الحر أو العبد روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عروة رضي الله عنه أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما يستشفعون قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من شدة الغضب وقال لأسامة أتكلمني في حد من حدود الله تعالى فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس أي قبلكم في الأمم الماضية أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة رضي الله عنها كانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر أيها العاقل في عدله العظيم وحكمه القويم بل كان عدله صلى الله عليه وسلم يتسع لأعدائه ويوصل إليهم حقوقهم المشروعة لهم دون هوادة في ذلك والحمد لله رب العالمين